اهلا بكم مرة تانية عودة من جديد لعشة الصبح في الاهلي وكلامنا هيكون مهم جدا لكل الشباب ولكل الرجال اللي بيتابعونا بصفة خاصة وتحديدا اللي منهم يعني عدة او فوق سن الاربعين نتكلم عن الفيتامينات واهميتها لصحة الرجال بشكل عام تاني وتحديدا للناس اللي عدت سن الاربعين ده موضوع في منتهى الاهمية عشان فيه ناس كتير بتلجأ للفيتامينز اما لتقوية العضلات او لتدعيم صحتهم عشان يبدلوا محافظين على صحة كويسة اطول وقت ممكن طيب ايه هي الفيتامينات اللي يعني تعتبر هي الاهم بالنسبة للرجال ايه معدل استهلاكنا ليه طبعا تفاصيل كتيرة جدا متعلقة بعالم الفيتامينز هنتكلم فيه مع الدكتورة دينا ابو السعود المستشار الطبي ليه مؤسسة او ليه شركة بايو ناتشرز اللي طبعا بتنورنا دايما بوجودها معنا في البرنامج صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم امبارك ايه كله تمام ازاي الفل انت عامل ايه ماشي الحاجة الحمد لله موضوع ده مهم كده ايوا يعني احنا عارفين طبعا ان الفيتامينز من الحاجات المهمة او صحة البني ادم بشكل عام والرجال طبعا اكيد يعني على وقت الخصوص بس سن الاربائين ده يعتبر منعطف او ترنينج بوينت لناس كتير فازاي نواكب بقى المرحلة العمرية دي من خلال الفيتامينز طبعا مهم لكل رجل يهتم بصحته ومهم يعرف يعمل ايه في حياته اليومية عشان يقدر يرفع ويعزز كفاءة جهازه المناعي بلس انه يعزز كفاءة طاقته لان الراجل عايز مناعة قوية وطاقة قوية وتركيز قوي هنعمل ايه هنأكل اكل صحي ده اول حاجة بس اكيد الاكل الصحي مش هتعرف تعمل به مونتر ان يوصلك الفيتامينات اللي انت محتاجها يوميا اي رجل محتاج فيتامينز يوميا يلعبوا رياضة مهم او رياضة عشان تطلع النيجاتيف انرجي ولو الكورتزول عالي شوية نقدر ننزله والضغط العصبي ويطلع كل ضغوط العصبية مهم لكل رجال انهم يعرفوا يناموا كويس ما يصاروش كتير بتلاقي رجال كتير جدا بيبتدوا يخشوا وبقى يناموا خمسة الصبح ده ضمار لجهاز المناعي يعني جهاز المناعي لازم يأخذ يرتاح ولازم يأخذ بالليل واصلا بيحصل انهم بالليل ده بيعمل ديتوكسيفيكيشن بينظف الجسم من السمو بس الساعات برضو دينا مع كتر الهموم والمشاكل والمسئوليات والالتزامات فالواحد ممكن يبقى شكله نايم لكنه في عالية الرأسه عمالة تور يبقى هنعمل ايه وقتها اكيد لازم نلجأ للمكملات الغذائية المكمل المرخص من هيئة سلامة الغذاء يعني لازم يبقى ليه ترخيص وليه امان ويتبع في السيدليات جاية اتكلم معاك على مكمل غذائي هيهم رجال كتير جدا من مختلف الأعمار مهم جدا بعد الاربعين انعطاف وبعد الستين انعطاف آخر فطبعا هيبقى مفيد ليهم جدا قلب مالتي فيت اللي فيه كل الفيتامينات او معظم الفيتامينات اللي اي رجال محتاجينها لحاجات كتيرة جدا يعني زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي دي شكل العلبة مهم اقول يا جماعة دي شكل العلبة ملناش اي بديل في الماركت عشان كان احد بعتلي على السوشيال ميديا دكتورة دينا روحت السادلية مثلا الفلانية ملقيتش لسه متوفر فدوني بديل ملناش اي بديل يا جماعة احفاظوا شكل العلبة لان قلب مالتي فيت مختلف عن اي مكمل غذائي اخر لانه في اولا فيتامين بي كومبليكس المهم بكل مشتقاته الكابسولة دي نازل منها اللي احنا شايفينها دي كابسولة واحدة من قلب مالتي فيت نازل منها كل الفيتامينات دي والكابسولة دي اللي هي واحدة يوميا واحدة يوميا وبرجع اول بلاش افراط في المكملات الغذائية مش حلو يا جماعة يعني مرضو حد مسلا بعتلي دكتورة دينا دا قلب مالتي فيت عمل معي كذا كذا دانا حتى بقيت اخدوا تلات مرات وساعة أربع مرات لا انا قلت لهم يا جماعة انا عمري ما قلت كده في التلفزيون هي مرة واحدة هي مرة واحدة لان كنت مش محتاج اكتر من ده فبكابسولة واحدة الرجال محتاجة فيتامين بي كومبليكس محتاجينه في ايه في الكوبالامين او فيتامين بي 12 مهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمرة فانت بتعلي كفاءة الدم بتاعتك عندك فيتامين بي كومبليكس الفوليك أسد الريبوفلافين البانتوثينيك الثيامين النياسين كل الحاجات دي بتدعم لجهازك العصبي وبتدعم الأعصاب جدا احيانا بتشوف رجال شوية ديهم بترعش انا مش بتكلم طبعا ده فيه بيبقى لو عنده باركنسونيز وعمرات عصبية ده علاق تاني خالص لان مهم اقول ان فيه فرق بين المكمل والدوى فرق رهيب لان ساعات الناس بتدخل حاجات في بعض يا كريم فالدواء هو العلاج لكل الأمراض لا غنى عن رشدة الدكتور لعلاج اي مرض واني اشفى من اي مرض المكمل الغذائي فقط تدعيم للصحة تدعيم لكرات الدم الحمراء تدعيم للمناعة تدعيم للعظم لانه فيه كالسيوم طيب انا قلت ده قلت على مهم جدا الفيتامين بي كومبلكس لجهازه العصبي والخلايا بتاعته العصبية لان كمان المخ كله خلايا عصبية الاطراف بتاعتي فاحمي حتى الولاد اللي بيروح الجيم بيبقوا محتاجين جدا مكملات غذائية عشان لو عايزين يبنوا عضلاتهم طبعا بياخدوا البروتين من الاكل سواء بيض او لحوم بلس ان هم محتاجين فيتامين بي عشان لو هم بيشيلوا الاوزان ايديهم هو العزم نفسه او العصب العصب بيبقى جامد عشان يعرف يبني العضلات بتاعته محتاجين زنك مثلا بتوع الرياضة اللي بيلعبوا رياضة لان عشان محصلهمش اجهاد عضلي بعد ما بيخلصوا الجيم بتلاقي ايه وبالذات بقى ايه اللي لسه بادي او البنات اللي لسه بادي بتروح البيت مش قادرة تتحرك عضلاتي بتاع الزنك بيريح العضلات بيعمل على ارتخاء العضلة والزنك ده مضمن مكونات طبعا الزنك موجود لقلب مالتي فيت مهم ده مهم جدا الزنك للمعدة المعدة بتحب الزنك جدا وعلى طول بقول عايزة بقى صحيتي تمام ابدأي من المعدة عشان المعدة هي اللي بتخلي الاكل بعد كده ينزل على الامعاء وينتصها عندك كمان الكالسيوم بيدعم العضم جدا ومهم جدا للعضم طبعا الستات بيجي لها مشاكل عضم اكتر في سن صغير بس الرجالة برضو بيحصل لها مشاكل في العضم على فكرة ممكن يكونوا over 50 بس كل المكونات